السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسط انتشار العديد والكثير من الأخبار والكم الهائل من الأخبار التي تعلق بالسويد بشكل خاص وخصوصا وسط انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب كما تعلمون بوفاة عدد كبير من الأشخاص والألاف من الإصابات في السويد وفي العالم بشكل عام اليوم سأتكلم عن مصادر الأخبار في السويد طبعا هناك دائما كل خبر له مصدر رسمي ومصدر غير رسمي بالنسبة لمصادر الأخبار الرسمية كل جهة حكومية في السويد أو معظم الجهات الحكومية في السويد أو حتى البلديات أو المجالس البلدية ومجالس المقاطعات لديها دائما مواقع الكترونية خاصة بها رسمية وضمن هذه المواقع دائما هناك يوجد قسم خاص بالأخبار المتجددة أو بالقرارات الجديدة التي تصدر عن تلك الهيئات بالإضافة إلى وسائل الإعلام السويدية طبعا أول وسيلة إعلامية في السويدية أو أول مصدر للخبر يمكننا القول أنه وكالة الأنباء السويدية تي تي هذه الوكالة طبعا هي مصدر رسمي للأخبار خصوصا أخبار متعلقة بالقرارات الرسمية وقرارات البرلمان وهي أيضا تتعاون مع وكالات الأنباء العالمية بالتالي هي أول من يحصل على الخبر إذا كان من الخارج بشكل عام ثم تقوم هذه الوكالة ببيع المعلومة لوسائل الإعلام الأخرى مثل الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية طبعا هي لا تقوم ببيع المعلومة للأشخاص يعني لا يمكن لشخص أن يشترك في الوكالة الأنباء السويدية ويحصل على المعلومة وإنما هي تبيع المعلومة لشركات بحيث تكون صحيفة مسجلة أو شركة مسجلة وبالتالي يمكن لهذه الشركة أن يكون لديها اشتراك شهري في الوكالة الأنباء السويدية تيتي للحصول على المعلومة بشكل سريع ومباشر في المرتبة الثانية يمكننا أن نقول أن التلفزيون السويدي وراديو السويد هو أيضا مصدر هام ومصدر رئيسي للأخبار في السويد طبعا كل مدينة وكل مقاطعة في السويد لها أيضا قناة تلفزيوني خاصة بها وهي تابعة للـ SVT بالإضافة إلى راديو السويد وما يميز راديو السويد أن هناك أنه يوجد أخبار بالعديد من اللغات مثل اللغة العربية والإنجليزية والفارسية وغيرها من اللغات هناك ست أو سبع لغات وربما أكثر بالإضافة إلى اللغة السويدية المبسطة ممكن أن يكون أيضا استفادة منه كمادة تعليمية بحيث الشخص يستمع لها ويحسن لغته السويدية بالنسبة للقادمين الجدود ثم أيضا هناك الصحف والمجلات السويدية المنتشرة بكترة والمشهورة مثل صحيفة الأفطنبلادت وداجسنهتر وأكتبريسن وأيضا كل مدينة وكل مقاطعة في السويد هناك صحيفة خاصة بها بالتالي هي ممكن أن تكون مصدر رسمي للأخبار طبعا أحب أن ننوي أن هناك ضمن هذه الوسائل الإعلام المتعددة هناك تصنيفات مختلفة للمواضيع التي تطرحها فممكن أن يكون هناك خبر رسمي أو قرار رسمي صادر عن الحكومة أو عن البرلمان أو قانون جديد أو حتى قرار جديد صادر عن البلدية التي تمثلها هذه الوسيلة الإعلامية لكن هناك أيضا بعض الأخبار التي ممكن أن تشكل لغة لدى القارئ العادي مثل المقترح عندما يقدم حزب مقترحا لتغييرا أو تعديل قانوني معين أحيانا يظن البعض أن هذا المقترح باللغة السويدية هو قانون جديد لكنه لن يكون قانونا قبل موافقة البرلمان عليه وأقراره رسميا وبالتالي يجب أن لا نعتمد على المقترح أو ننظر إليه كقانون معتمد وأيضا هناك مقالات الرأي التي تنشرها عادة الصحف السويدية وهي ممكن أي شخصية مثل أكاديمي أو شخص عادي أو موظف يمكنه كتابة ديباط أرتيكل اللي هو مقال لمناقشة لمناقشة موضوع معين أو قانون معين أو حالة معينة تخص المجتمع السويدي وبالتالي حتى الصحيفة نفسها تكتب أن هذا المقال للرأي هو يمثل صاحب هذا المقال ولا يمثل وجهة نظر الوسيلة الإعلامية وأيضا هناك بعض الصفحات أو الصفحات العربية أو ناطقة بالعربية التي هي شركات مسجلة في السويد كوسائل إعلامية طبعا في الغالب هذه الوسائل هي تنقل الخبر عن المصادر السابقة التي ذكرتها مثل التلفزيون السويدي أو الصحف السويدية الرسمية أو ليستها الرسمية وإنما الصحف السويدية المشهورة أو المنتشرة أو الأكثر شعبية وبالتالي معظم المواقع العربية في السويد هي ليست صانعة للخبر وإنما هي ناقلة له بحيث أنها تترجم الأخبار من المواقع السويدية باللغة السويدية إلى اللغة العربية وهناك أيضا أحيانا هذه الصحف أو هذه المواقع العلامية العربية تقوم أيضا بإنشاء محتوى خاص بها من خلال مقابلات أو تحقيقات صحفية أو برامج خاصة بها ترفيهية أو ما شابه أو مسابقات أو حتى نشرات إخبارية من خلال تعاونها أيضا مع المكالات العالمية أما باقي المجموعات والصفحات ممكن أن تكون هي أيضا تنسخ من المواقع العربية المرخصة التي تكلمت عنها وأحيانا طبعا ترجمت هذه الأخبار أحيانا يكون فيها نقص مثلا الخبر لا يترجم بشكل كامل وبالتالي القارئ لا تصل المعلومة بشكل كامل أو أي أن المترجم أحيانا يختار قسم من الخبر يهم القارئ حتى يعني يختصر الوقت على القارئ ويوصل المعلومة بشكل أسهل هنا يأتي دورنا في نقض الخبر أو نقض مصدر الخبر هناك شيء هام في الأخبار وهو نقض مصادر الخبر أو ما يرف باللغة السويدية وأنا متأكد أنكم سمعتم بهذه الكلمة شيل كريتيك شيل كريتيك هو نقض مصدر الخبر على سبيل المثال إذا قرأنا خبرا معينا باللغة العربية عن شخصية معينة مثلا وزير العدوى الهجرة مورغان يوهانسون صرح به كذا 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 فنحن وأيضا نكون مكتوب مثلا أن هذا الخبر نقلا على الوسيلة الإعلامية فبالتالي من السهل جدا مراجعة الموقع الأصلي لهذه الوسيلة الإعلامية والتأكد بأن الخبر فعلا صحيح أو موجود على صفحة أو على موقع هذه الوسيلة الإعلامية أو من خلال البحث على جوجل عن اسم الشخصية التي تكلمت بهذا التصريح من خلال جوجل ربما والبحث في خانة الأخبار على جوجل وبالتالي سنصل إلى هذا الخبر إلى مصدر هذا الخبر باللغة السويدية وممكن قراءته والتأكد من صحتي هل هذا الخبر صحيح أم لا طبعا دائما أنا أوصيكم بنقد مصادر الأخبار وعدم تداول الأخبار الغير متأكدين من صحتها بسبب الكم الهائل من الأخبار والمعلومات المغلوطة أحيانا خصا في الفترة الأخيرة التي تعلق بتعامل السويد مع انتشار فيروس كورونا الجديد وهنا ننتهي من هذا الفيديو وأراكم في فيديوهات لاحقة شكرا مطابا